أهزاء التالسين الفرقة الثانية مع دارسلويب في يوم النهاردة ان شاء الله المحاضرة السابعة و هتبقى اخر محاضرة في لحن بغالو هنبتدي ان شاء الله كده من المحط الخامس نراجع علشان وقتنا وبعد كده هنبتدي في اخر خالص هنراجع كله بازده هنلاقي محط الخامس زي ما قلت المرة الفاتح زي المحط السابع اللي احنا هنبطل نهارة ده اقراندو و ده كوسي اوس هنخلي بنا اقراندو او 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 ا فالهزة هي هي ونعطي من أولها إلعون الأهمل آ ليس عيوني شوف المستوى العلوم من الغزاء دي والجزء ده شوف المستوى العلوم من الغزاء 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 او 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 او. يدا المحط الساس. نشوف المحط السامع كده مع هو هو المحط الخامس بالزبط بس بدل اقرام ده حطينا او سي او. ونفس الهزات هي هي السبع سطور دول اربعة خمسة سبعة. هو بس يزيد الجزء الاخير ده اللي هو الختام اللي هو السين بتاع او سي او س. الختام. يعني المحط الخامس وقفين لحد هنا بس. ونكمل اللي هو المحط السادس. جينا في السابع وقفنا برضو لحد هنا ونكمل الجزء الاخير اللي هو الختام اللي هو ختام اللحن. انا شوفوا يتقالي الزب. زي ما بدنا اكراندو. ابابنا استريحه. او سي او 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 Ş او 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 sahوا. لما ترجعوا للمحط الخامس ستلاقي نفس الكلام ده هو هو الموجود مفيش حاجة زيادة بلاك الصدق هتلاقي فيه اربع اجزاء شكل بعض بالزبط هم اللي هم اللي تحت بقى واحد والتين الات ربعة خلي ما لنا تتقال الزاب هنا ابتدت تنسى بدور تلاتة زي بعض كده وقفنا الحق هنا في المحط الخامس لكن في المحط السابع بقى اللي هو اخر حاجة في اللحنة ده اختان هنزوى الدول بس شافتان ازاي هتلاقي نفس الكلام ده اللي هو المحط السابع والمحط الخامس لقناه سهل جدا فاحنا متعبناش والمحط السامع خالص مجرد احنا اكد انا بنراجع على محط الخامس بالزبط هو بقى المحط السادس اللي جاء بينه جاء بين الخامس والسابع والان اختلف فيه نغمة زال فرايحة كده لكن ده واحد الاسفاتي اللي هو البولوس الحزيني نفس الهزاد دي والخامس برده نفس الهزاد دي فهتلاقوه سهلين عشان كده يعني ميغال وبدأ من المحط الخامس سهلي قوي قوي اه نعيد بقى السادس والسابع تاني كده ونكمل نقول مع بعض بصموات انتها بقى شوية معلش اللي بديد من اخر الخامس نتخلم انا اللي بديد ازاي اللي هو الانتين اللي بنقول عليه مضبط زي اللي في السابع بالزبط اه 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 ا موسيقى 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 برضو على نفس اللحن اللي قلنا عليه دلوقتي اللي هي السبع محطات في اللي دي الوقت ممكن يتقالوا دمك هنشوف دلوقتي احنا قلنا ربعا الاولاني باللحن اللي هو ميغالو ارش اريفس استوس اي اوناس اكراندو ده الربع الاولاني اللي احنا قلناه باللعب الربع التالي قاطة تقسيم تومنشي صادق تيليوز ايوز يشيروز بيتقال برضو زي الاربع اللي احنا قلناه الربع اللي بعد كده التالت اوسر قوسين يعني ممكن الاربع التالتة دول يتقاله زي الربع الاولاني اللي هو باللحن بس طبعا صعب جدا يعني هتاخد وقت جامل في القداس فاحنا ممكن بيتقالل تالت اربع علشان يبقى اللحنة قلبي الكامل ومعني لازم نقوله ممكن يتقال باللحن الدمج التالي والتالت والرابع يتقالوا باللحن الدمج والاولاني باللحن فيه ممكن ايام زي يوم السبت كده عنده للسبت والحد فيه ممكن السبت بيبقى وده السريح شوية يبقى صعب ان احنا نقول اللحن كله اللحنه باللحن اللي هم الاربع تربع فممكن يتقال اولاني دمج اللي هو ميغالو يتقال دمج وده عندك ده برضه زي نفس التركيبة دي ميغالو 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 ارشي ايرفس استوس اي اناس زي ده كده بره ميغالو ارشي ايرفس استوس اي اناس ده الاولان اللي احنا قلنا باللحن شو في التالي بقى قاطة انتقسين توملشي صديك قول هادي قاطة انتقسين توملشي صديك تيليوز واعفو تيليوز اقيوز يس شيروس ابتدي اتنزل من يس شيروس قاطة انتقسين توملشي صديك تيليوز اقيوز يس شيروس وده معناه على طقس ملك ملك صديك الكامل الخدوس القوي شوف الروح اللي بعدين اوساركوس دي لا فيه رفع هنا بقى اوساركوس انتائك بنماتوس اقيوز 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 مريس تيس بارسينو هاقوله تاني اوساركوس انتائك بنماتوس اقيوز 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 مريس تيس بارسينو وده معناه المتجسد المتجسد من الروح القدس ومن القديسة مريم البتور المتجسد من الروح القدس ومن القديسة بريم البتور دون يوم بقى تاني كده �er بوساركوس انتاء اماتوس اقيوز اقيوز اقيد اسماريوس اسماريوس اسبارسينو الربع بقى اللوه رابع اخر حاجة الربع ميغاتو ميستيريون اجيوس اصاناتوس اليسون نماز ده بقى الربع الختام الاخر شوف بعد مع الليلة هنا كان عادي هنا عادي هنا ابتدى ينزل ميغاتو ميستيريون عمز ده قطات انتاكسين دومالشي صادين شوفنا هنا ميغاتو ميستيريون هنا ابتدى بقى ينزل شوية اجيوس اصاناتوس اليسون نماز والربع الاخير ده معناه ايه بسر عظيم قدوس الذي لا يموت ارحمنا بسر عظيم قدوس الذي لا يموت ارحمنا اه لكتب لكم العربي بتاعه برضهم من اول الربع الاولاني اللي هو اللي احنا قلناه باللحل رئيس الكامل الاعظم الى الابت الطاهر قدوس الله اللي هو هنا بيغاله ارش ارف استوس ايه اناس اكراندو اجيوس وسيقوس على طرس ملك سادك الكامل قدوس القوي اللي هو احنا قلناها قاطة تنتاكسين المتجسد من الروح القدس وملكتليسة مريم الباتول بسر عظيم قدوس الذي لا يموت ارحمنا اللي عايز يرجع دي العربي المعنى هيرجع له واحنا كاتبينه ميرجع تهي لغض الية المعنى دهجع له قدiros شكرا كده لما قلنا الارباع الدك احنا مصبناش حاجة في اللحن كل الكلمات احنا قلناها يبقى اربعة ارباع ربع باللحن وثلاث ارباع يبقوا بالدمج بعد ان الرباع دي ما بتتقال فيه بعد كده ارباع اللي هي المحير ارباع المحير اللي بتتقال بعد كده بتبقى بالدفل هو اهم شويس يسوس باخر استوز اللي هي بتتقال بعد الاربع دي كده احنا خلصنا لحن مغالو واشكركم ان احنا اخدنا وقت معاكم يعني مش كبير قوي هما كده سبع محاضرات بس يدرنا نوصل اللحن بطريقة اللي هو تقسيم المحطات ارجو ان احنا نبتدي نرجع لللحن بالمحاضرات اللي السابعة ونبتدي نرجع مع بعض واحنا كده نزلنا لكم الباوربوينت وان شاء الله هنبعت لكم برضو على الجروب بتاعكم علشان خاطر معانا الباوربوينت ومعانا اللحن واشكركم وإلى اللقاء